نظمت مؤسسة حياة كريمة لدوة تصقيفية بجامعة سويس عن نشاطها وجهود متطوعها بالمحافظة حرص الألاف من الطلباء والطالبات على حضور المحاضرة التي استعرضت أهم إنجازات المبادرة الرئاسية بمحافظة السويس لا سيما قرى الريف فضلا عن استعراض لمسؤولي المبادرة ما تم إنجازه على أرض الواقع كما قام متطوع المبادرة بتوزيع استمارات العضوية على الطلبة والطالبات للمشاركة التطوعية بالمبادرة مبادرة حياة كريمة مبادرة ممتازة جدا المبادرة دي ليست فقط النهوض بمجال معين ولكن فيها النهوض بكافة المجالات سواء المسكن اللي بيعيش فيه الناس الأكثر احتياجا في القرى والريف المصري أو تعليمهم أو الناحية الطبية بتاعتهم فمبررة حياة كريمة طبعا لها مجالات كتيرة سواء كان فيه المجالات الطبية أو مجالات تعليمية أو مجالات رفع كفاءة المباني الأيام اللي فاتت يعني عملنا خدمة كثير الحمد لله الأهالينا وزعنا كاراتين سلعة غزائية وعملنا كوافر طبية ومهتمين بالملفات الطبية بدأنا ننزل نشتغل بشكل عام مع الناس وبدأنا نشوف أكتر إيه اللي محتاجين وإيه اللي ممكن نقدمه إحنا كشباب تقريبا يعني بنقدم كل وقتنا في المبادرة هنا كل حاجة ممكن نساعد بيها كتنظيم كتطوع زي الندوة اللي حما موجودين في النهاردة بشكل عام بنحاول إحنا نساعد بلدنا تكون حاجة أحسن إحنا في الفترة اللي فاتت عملنا كزا قافلة طبية نزلنا الناس كانت فعلا محتاجة كانش عندهم أي حاجة ليها علاقة بطب يعني دفيدهم هناك وبعدين عملنا كزا قافلة ليها علاقة بالمدارس زي راجعين نتعلم وبعدين كده لسا قريب عاملين قافلة اسمها وصل الخير بس ببنقدر نشوف الناس إيه أكتر حاجة محتاجاها يعني وبنقدمها له شكرا